الأستاذ عمر المعضيدي وهو خبير تسويق إلكتروني للعقارات رح يحدثنا عن هذا الموضوع الهام فعلا وإتجاهه كثير كبير من فئات كثير كبيرة من المجتمع للبحث عن العقارات وأشياء أخرى أيضا إلكترونيا سبع الخير أستاذ عمر أهلا وسائل أهلا وسائل أهلا وسائل أبل ما نبلش بالوسائل الحديثة لمعرفة العقارات والإطلاع على العقارات والشراء والبيع من خلال المواقع الإلكترونية أستاذ عمر حدثنا بشكل عام منظور عام عن تقييمك للسوق العقاري الأردني أولا شكرا لإستضافتنا طبعا سوق العقارات في الأردن وعمان يظهر كثير من العلامات الصحية وإحنا شايفين طبعا الاستقرار الموجود في الأردن من جميع النواحي من ضمنها النواحي السياسية طبعا ساعدت على جذب الكثير من المستثمرين من دول مجاورة للاستثمار في القطاع العقاري في الأردن طبعا هذه من أهم الأسباب التي ساعدت قطاع العقارات في الأردن أن ينمو ويشجع كثير من المستثمرين أن يأتون فبصورة عامة السوق العقاري في الأردن بغض النظر عن بعض الارتفاعات والانخفاضات في السوق بصورة عامة يبدو بصحة جيدة وصحية جدا الحمد لله جميل أستاذ كثير من الأشخاص بدوروا إلكترونيا على العقارات شو النصائح اللي بتقدمها الأشخاص اللي بدوروا إلكترونيا على العقارات يدوروا على مثلا ويب سايت معروفة يدوروا على الأسعار شو الطريقة اللي يدوروا فيها طبعا مثل ما نعرف يومنا هذا أكثر المستهلكين انتقلوا من الطرق السابقة أو الترديشنال إلى الطرق الحديثة والتكنولوجيا متوفرة يعني اليوم مع الجميع يعني أي شخص تشوفه اليوم يكون عند موبايل ديفايس والجهاز الموبايل اليوم يعني ما في أحد ما مربوط على الانترنت والموبايل بحد ذات اليوم صار قريب على جهاز الكمبيوتر أصلا فهذه بحد ذاتها أعطت الفرصة للجميع أن يقدرون يفوتون على الانترنت ويسوون مقارنات ما بين العقارات وسهلت عملية البحث عن العقار يعني المستهلك اليوم غير عن المستهلك من 5 سنين أو 10 سنين صار عنده فكرة أوضح وصارت عنده قوة أكثر ومعلومات أكثر عن السوق اللي تساعدهم أنه يتخذوا قرارات أفضل في حالة شراء يوجد بعض المواقع مثل ما ذكرت موقعين ثلاثة اللي هي موجودة اليوم والشيء الجيد بهذا أنه كثرة المواقع أو كثرة الشركات العقارية تخلق التنافس ما بين السوق العقاري اللي هي بآخر اليوم تكون من مصلحة المستهلك نفسه نعم أستاذ كثير أشخاص بيعتقدوا أنه لما يدور مباشرة من المالك مباشرة هو بيختصر عمولة الشركة العقارية أو السمصار خلينا أسميه أو أي شخص الوسيط بين صاحب المنزل اللي عم بدور أنه بيع بيته وبين المستهلك هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ طبعا يعني إذا أحد اشترى العقار مباشرة من صاحب العقار رح يوفر على نفس العمولة لأن أشخاص بيروقوا بدوروا أوفلاين بدور مثلا في الشارع هو نفسه على أساس بيعتقد أنه عمولة الشركة أو المكتب العقاري ممكن تكون مرتفعة أو مغالة فيها أو يعني زيادة عن لزوم شوف هذا الشيء يعني مثل ما نقول سيف ذو حدين يعني المستهلك عند القابلة أنه يتعامل مباشرة مع صاحب العقار ولكن توجد كثير من البنفيتس إذا تعامل الشخص عن طريق مكتب العقاري التعامل عن طريق المكتب العقاري يكون إليها سيستم معين وبالتالي المستهلك نفسه رح يحمي نفسه من أي مشاكل اللي ممكن تصير في الوقت لاحق مع صاحب العقار شخصيا بخبرتي من هذا المجال أنا أنصح المستهلكين أنه طبعا اليوم مثل ما قلنا بوجود الإنترنت عندهم مقابلية أنه يشوفون الفرق ما بين العمولات مع الشركات العقارية المختلفة وبالإضافة يقدرون يعرفون منه عنده أحسن سمعة بالسوق فأني أنصح أنه المستهلك يروح عن طريق شركات العقارية بدل ما يروح عن طريق مباشر ويحاول نشتريها تفاديا للمشاكل اللي ممكن نشوفها بعد طيب أستاذ عمر يعني بوصفك مختص بمجال العقارات عن طريق الوسائل الحديثة والوسائل الإلكترونية إلى أي حد أصبح هناك ثقة عند الشخص لما بده يبحث عن العقارات باللجوء إلى المواقع الإلكترونية ولما نزل إحنا فيه هناك خلينا نقول الأسلوب التقليدي اللي بحاجة الإنسان أنه ينزل ويشوف الموقع على أرض الواقع أو العقار على أرض الواقع بعيدا عن اللجوء إلى المواقع الإلكترونية طبعا الأسلوب ده يتغير وده نشوف طريقة التطور مع المستهلك بالبحث عن العقار ده تتجه يوم بعد يوم أكثر وأكثر إلى الإنترنت الأسلوب التقليدي أنه الشخص يروح على مكتب العقار ويدور صارت اليوم أصعب يعني لما يكون المستهلك أولا يعني عندك تقريبا 86 أو 87% اختراق الإنترنت في الأردن فتقريبا نقدر نقول 9 من 10 أشخاص بالأردن يتوفر لهم الإنترنت أو عندهم أكسس للإنترنت بما أنه الإنترنت متوفر لهم أكثر الناس يلجؤون إلى الإنترنت وعند القابلية من راحة بيته أنه إقار ما بين 10 وحدات عقارية في حال أنه بالأسلوب التقليدي الشخص هذا حتى يروح يشوف 10 وحدات عقارية حتى يأخذ من عنده يومين أو ثلاثة بس أنا أصدي ما مدى مصداقية هاي المواقع الإلكترونية يعني على أي أساس المشتري راح يقرر أنه هذا الموقع الإلكتروني راح أوثق فيه وهذا الموقع الإلكتروني مثلا يعني هو مجدير بالثقة إلى حد ما كيف نقدر نقيم هذا الموضوع؟ نعم المواقع الإلكترونية بما أنه صار في كذا موقع الإلكتروني اليوم التنافس مع بينهم شديد فالمصداقية مهمة في حال أنه صار أي مشاكل عن طريق الموقع الإلكتروني فهذا بالأخير راح يضر بسمعاتهم مثل ما هو يضر بالمكتب العقاري سواء كنا نتكلم بطريقة تقليدية فطبعا أي شركة أي مؤسسة أي موقع إنترنت يهم أنه يكون السمعة والترانزاكشن كلها تكون لها مصداقية فمن خبرتي لها مصداقية عالية أستاذ شو طبيعة المشاكل اللي ممكن أن نواجهها الشخص وهو يبحث عن عقار إلكترونيا نتكلم عن الأردن بالتحديد رده بالتحد قلة وجود المكونات المطلوبة على سبيل المثال إذا قارننا الأردن ببعض الدول الأخرى نقول الإمارات الإمارات لاحظت تطور من ناحية الإنترنت أكثر من الأردن وبالتالي شركات العقارات يوجد لديها العديد من الصور العديد من الشرح والدسكريبشن والتفاصيل الجاهزة والواضحة اللي ممكن تزل على الإنترنت اللي تعطي صورة واضحة عن هذا العقار للمستهلك في الأردن لاحظنا أن هذا الشيء لا يتوفر بكثرة وإحنا وغير من الشركات اللي موجودين نحاول بقدر الإمكان أنه نخلق هذا الشيء ونجهز صور ونجهز معلومات ونحط هذه الأشياء عشان تكون موجودة للمستهلك على الإنترنت فهذه واحدة من أهم الأشياء اللي هي توفر يعني معلومات بصورة عامة عن العقارات ولكن هذا الشيء يتغير يوم عن يوم يعني اليوم في معلومات أكثر عن العقارات إذا قارنتها بخلال سنة الفاتت وسنتين وثلاثة إلى آخرين نعم أستاذ يعني جوز الفكرة بالنسبة للتصوخ الإلكتروني أنه الشخص ما بحس بالإحساس أنا كنت بس ألك هذا السؤال قبل ما نفوت على الهواء وبدأ كمان فيه ما بحس بإحساس الشارع مثلا إحساس الحي إحساس الإشي كتير مهم ممكن أن نحن نتخطى هذه المرحلة الإلكترونيا لا شوف بآخر يوم يعني أنت شخصيا إذا شفت عقار على الإنترنت وحبيتها هل ممكن تشتري من غير ما تنزل الشارع لا طبعا فبآخر اليوم يعني المستهلك الإنترنت عبارة عن أو المواقع العقارية على الإنترنت عبارة عن أول خطوة أول خطوة للمستهلك أنه يقارن شنو هي العقارات ويختصرها إلى مثلا ثلاث عقارات أو عقارين بس بنهاية اليوم عملية الشراء لازم يعني يتم فيها أنه المستهلك يزور العقار ويشوفها شخصيا فما أعتقد أنه رح نفقد هذا الشيء أنه مثل ما قلت الشعور أنه نزول الشارع نعم ما أعتقد رح نفقد طيب أيضا أستاذ عمر يعني إذا بنرجع إلى السوق الأردني ونقارنه بالدول العربية الأخرى فأين موقع السوق الأردني مقارنه بالدول العربية الأخرى كنت عم بقولك قبل أكم من يوم حكينا خبر كان صادم إلى حد ما لبعض الأردنيين أو للأردنيين كفى بأنه حجم استثمارات الأردنيين بالإمارات العربية المتحدة وبالتحديد بدبي وصل إلى 400 مليون دينار أردني صحيح فكيف إحنا منقارن السوق العقار الأردني وإلى أي مدى يثق الأردني بالاستثمار إذا نحكي بعيدا عن السكن كأساس بالاستثمار بالسوق العقار الأردني يعني اللي لاحظناه أنه إذا في شخص أردني مثلا استثمر في الإمارات على الأغلب حيكون استثمر بالأردن قبل ما يستثمر بالإمارات وهذا اللي يعني لاحظناه في أكثر الأحيان أنه أكثر الناس يستثمرون في بلادهم قبل ما يستثمرون خارج بلادهم مهما كانت المشاكل في حالة الإمارات طبعا الإمارات بعد تجاوزها للمشاكل الاقتصادية بال2008 وال2009 للأزمة أعطت تقع عالية للمستهلكين أيضا ويوجد كثير من المستثمرين اللي هما طبعا استفادوا من الاستثمار فيه اللي ينضروا ولكن أكثر الناس استفادت ولكن قابلية الإمارات وغيرها من البلدان حتى الأردن قابليةها على أنه تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية وتوفر استقرار من ناحية الأسواق سواء كانت أسواق أقارات أسواق البورصة الآخرة هذا هو الشيء الذي يعطي ثقة للمستهلك فنعم يوجد الكثير من الأردنين الذين استثمروا بالإمارات وسببها الرئيسي كان الدعم المادي الموجود بالإمارات استقرارها وقابليتها على أنها تتجاوز أي من الأزمات الاقتصادية ولكن هذا الشيء أيضا نشوفه حاليا في الأردن وهو السبب الرئيسي اللي إحنا كمستثمرين نتوجهنا فيها إلى عمان جميل أستاذ تتحدث كثيرا عن الاستثمار كمستثمر خليني أحكي أردني شو الشغلات اللي لازم يطلع عليها لما يفكر أنه يستثمر في سوق العقار في البلد هل هي المنطقة وإحساسه أو خبرته وسؤاله أنه هالمنطقة رح تغلى أو ما رح تغلى هذا السكن شو نسبة فائدته منه رح يكون أشياء أمور رئيسية اللي لازم يطلع عليها المستثمر طبعا من أول وأهم الأشياء اللي لازم يطلع عليها المستثمر وفي مقالة قديمة في سوق العقارات اللي يقولون location 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 فمكان العقار يعتبر من أهم العناصر اللي لازم ينظر إلى المستثمر نعم وقت الشراء أيضا يهم يوجد كثير من المستثمرين اللي استثمروا في أوقات خاطئة وخسروا استثمارهم فالوقت أيضا مهم كثير من هذه المعلومات وكثير من هذه الأشياء يمكن اليوم للمستهلك انه يدرسها ويتعلمها بالانترنت في كثير من هذه المعلومات انه ما هي افضل الاوقات للاستثمار ما هي افضل الاماكن كثير من مواقع الانترنت اليوم العقارية قابلة على ان ترصد المعلومات من المستهلك من الاند يوزرز ونعرف انه شنو المناطق المرغوبة اليوم ذات رغبة عالية يعني انت ممكن تتوجه الى مكتب عقاري والمكتب العقاري يقول لك اليوم مثلا عندك منطقة عبدون عليها رغبة عالية ولكن ما هو الدعم يعني بهاين هذا الكلام بالانترنت كل شيء يحدث يتم رصدها فعندك احصائيات يعني موثوقة احصائيات يعني صقيقة حقيقية اللي المستهلك ممكن يعتمد عليها اليوم والمستهلك ممكن يتواصل مع الكثير من هذه المواقع الالكترونية ويسألهم ويأخذ من عندهم دراسات ما هي افضل الاسعار ما هي احسن الاماكن ما هي العقارات ذو الرغبة العالية بالاضافة انت لما يفوت عندك مستهلك ويدور على عقار للبيع المعلومات هذه لما تنرصد ممكن تنتقل الى المستهلك او المستثمر اللي حاب يدور فهي المعلومات تدور جميل جدا يعني هناك ميزة كبيرة للمواقع الالكترونية بعيدا عن انه الشخص اصبح هناك في طريقة اسهل للتعرف على العقارات تفاصيل اخرى وابعاد اخرى لموضوع السوق العقاري بيستطيع انه يحصل عليها احنا استاذ عمر حبينا نستطلع اراء العديد من الاشخاص اللي بتواصلوا معنا خلال برنامجنا وعبر تطبيق لنا اسمه تطبيق رؤيا سألناهم عن السوق العقاري ولناهم بمجرد انك انت لما تفكر انك بدك تشتري عقار او تستثمر بمكان معين شو هي الوسيلة الفضلة اللي بتلجأ لها فكان عندنا الخيارات المتاحة هي ثلاث خيارات المعروفة هل هو من خلال مكاتب العقارات هل هو من خلال المواقع الالكترونية ام الخيار الاخير كان من خلال اعلانات الصحف ايش تتوقع الخيار الامثل اتوقع انه حتكون طبعا الانترنت الانترنت اللي هي بالدرجة الاولى صح طيب اذا الخيارات كانت بالنسبة المكاتب العقارات كانت بالنسبة 37% المواقع الالكترونية هي كانت لها النسبة الاكبر بالنسبة 47% والخيار الاخير والاقل كان الى اعلانات الصحف وبنسبة 16% فزي ما قلت المواقع الالكترونية هي دائما الخيار الامثل لكل شخص حابب انه يلجأ الى السوق العقاري ويشتري عقار نعم سيد عمر معلومات كتير مهمة سؤال اخير لو سمحت حكيت عن اللوكيشن قديش مهم يعني هو اهم اشي في اختيار الموقع كيف يعني اللوكيشن هل الشخصي بتطلع لمستقبل المنطقة ولا لواقع المنطقة الاثنين مهمين يعني واقع المنطقة اليوم يعطيك فكرة عن مستقبل المنطقة تمام اهم شي شخصيا اطلع على واقع المنطقة اليوم في كثير من المشاريع وكثير من الاستثمارات اللي كان لها غاية معينة اللي ما تحقق هذا الشي طبعا كل ما زاد الريسك او المجازفة طبعا كل ما زاد عائد الاستثمار او الربح فانت اليوم اذا تحب تطلع على ما يأتي ممكن تجازف فيها وطبعا الربح هيكون اعلى بالنسبة اليك بس اذا حبيت استثمار سكيور اكثر فانصح انك تنظر الى واقع المنطقة اليوم غير عن المستقبل الحالي صحيح احنا ختاما نتشكرك معلومات مهمة وقيمة جدا قدمت لنا اليوم استاذ عمار واهلا وسهلا فيك شكرا اهلا وسهلا شكرا